اليوم وفي واقعة العثور على مقتنئات أثرية في شقة الزمالك والإمبارح كان لنا لقاء مع الأستاذ سامي عبدالراضي مدير تحرير صحيفة الوطن بشأنها النهاردة صدر بيان من النيابة العامة بيؤكد تلقيها اليوم كتاب مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومرفقاته والمتضمن إبلاغ النيابة العامة بواقعة عثور الإدارة على مقتنئات أثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم وذلك حال تنفيذ الإدارة حكم قضائي واتخاذها إجراءات حجز على سبيل التحفظ على منقلات الشقة شكل فريق من المكتب الفني للنائب العام لاتخاذ الإجراءات الخاصة بيئة الحقيق في الواقع كمان بيان النيابة العامة النهاردة أهاب بيئة الكافة عدم تناول هذه الواقع بأي صورة وعبر أي وسيلة والالتزام بما تزره النيابة العامة وحدها دون غيرها في هذه الواقع من بيانات باعتورها هي الجهة المنوب بها مباشرة التحقيقات فيها وده طبعا حرصا على سلامتها وعلى حسن سير إجراءات التحقيقات وصولا للحياة ومبارح طبعا كان لنا هذه المدخلة التليفونية مع زميلنا الأستاذ سامي عبدالراضي مدير تحرير الوطن واتكلمنا عن اللجان المقارة تشكيلها لفحص الواقع لكن اللي عايز أقوله لحضراتكم أن النيابة العامة ستشكل لجان وفق ما ترى يخدم هذه القضية ويؤكد سلامة الإجراءات الخاصة بالتحقيقات